بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. بازن الله هشرح في السريع كده برنامج جميل اوي. هيشغل لك او هيسرع لك هيختار لك. افضل دي ان اس تشتغل عليه. لان احنا ملاحظين ان الفيسبوك وحاجات كتير او عملها بتقطع اليومين دول. فالبرنامج صغير جدا. عبارة بتحمله من الموقع الرسم بتاعه كل ما بينزل حاجة جديدة. طبعا نحط لك رابط الموقع الرسم بتاعه والبرنامج عبارة عن ده. بتحمله كده شباب بضغط عليه ضغطتين بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. تمام? طيب. لو بصوا في هنا اكتر من دي ان اس جوجل اوبن دي ان اس كل انواع دي ان اسات موجودة عندكم. دي ان اس فرانسي واس كل الحاجات دي موجودة. تمام? طيب. انا لو عايز اختار اسرع دي ان اس. هروح ضغط على فاستس ده. واقول له ستار تست. هيدور على افضل دي ان اس علشان يجبهو لك. بصوا هو مرصوص فيه مجموعة دي ان اسات كبيرة جدا اها. هي احسن واحد فيهم واقل رقم هيقول لك هو ده. اللي تحطه وتشتغل عليه. واخدين بالكوا شباب. عمال يدور على افضل دي ان اس او طبعا في دي ان اسات عيانة مع دومة العافية. تمام? هقول له هو اختار لك هنا خلاص التمانيات. تمانيتين اربعتين هقول له ابلاي دي ان اس. خلاص اول ما قلت له كده خلاص هو ايه? بدأ يشغله لي. وبعدين فلاش دي ان اس عشان يمسح اي كاشات كانت ايه? متخزنة وهو بيقول لي ده افضل دي ان اس انت تشتغل عليه تمانية 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 اربعة اربعة. تمام? ده انا بقول له ايه? اه لو انت عايز تحطه على الويرلس بتختار كارت الويرلس. لو انت عايز تختار ايه الكارت ده? طبعا بعد ما بتاخد دي ان اس ده تقدر تفتح المايكرو تيك بتاعك وتحط فيه الدي ان اس ده. طبعا ما بقول له ابلاي دي ان اس فهو خلاص ايه? سبت لك الدي ان اس ده في كارت اللان بتاعك. هنعمل تجربة كده شباب انا فتحت الان بتاعي اهو. بفتح الديتلز بفتح البروبرتز وبعدين. شوف هنا لو انا ساحب اي بي اوتوماتيك مفيش دي ان اس. تعالوا كده نقول له. طبق لي افضل دي ان اس هشتغل عليه. بصوا كده شباب. هجب افتح الانترنت بروبرتز تاني. هفتح تسبي اي بي. هحطي لي هو الدي ان اس اوتوماتيك بقدي. انصح الناس بانها هتنزل البرنامج ده. سواء اذا كنت على روتر على شبكة على اي حاجة. هيحط لك افضل دي ان اس تقدر تشتغل عليه ويسرع لك الانترنت. شكرا.